دشن الأمين العام لوزارة الأمن العام والهجرة مسير جمدوم ممثلاً للوزير النقطة الأمنية الحدودية بمدينة بول عاصمة إقليم البحيرة كان ذلك بحضور أمين العام لإقليم البحيرة تقرير محمود موسى الفيل في إطار جهود الحكومة وشركائها الرامية إلى استدباب الأمن والاستقرار للمواطنين بغيط العيش في سلام دائم بكافة الأراضي الوطنية وعليه جاء حفل تدشين المحطة الأمنية الحدودية بمدينة بول حضرة إقليم البحيرة وذلك ضمن مشروع تقوية المراقبة وحماية البحيرات والأنهار لأجل أمن وسلامة المواطنين في الأماكن الحدودية في كلمته الترحيبية بهذه المناسبة النائب الثاني لعمدة مدينة بول محمد مصطفى الذي شكر منذبية الاتحاد الأوروبي على هذه البادرة التي تسهم في تعزيز الأمن والسلام لسكان المنطقة لممارسة أنشطتهم المختلفة بشكل جيد أعقابه في الحديث مدير منظمة كوجينتا سباستين كرواه والذي بدوره أكد على أهمية هذه المحطة في حماية المناطق الحدودية البحرية وتوفير الأمن للمواطنين لمزاولة مختلف الخدمات الاقتصادية والاجتماعية مضيفا في قوله أنهم قاموا بتوعية مكثفة لمواطني هذه المنطقة حول إنشاء هذه المحطة الأمين العام لوزارة الأمن العام والهجرة مسراج مادون ممثلا للوزير قال إن حماية الأنهار الحدودية تعد من أولويات الحكومة لأجل توفير الأمن والاستقرار للمواطنين وبالرغم من أن بحيرة تات مساحتها واسعة إلا أن حمايتها من العمليات الإرهابية التي تهدد أمن المناطق برمتها هذا هو الهدف من إنشاء هذه المحطة الأمنية في هذه المدينة وإن قضية الأمن مسؤولية الجميع هذا وبعد عملية قص الشريط توجه الوفد إلى مقر المحطة ليتعرف على المعدات الأمنية والمكاتب الإدارية بها فضلا عن الزوارق المائية التي تستخدم لملاحقة المتسللين والمشتبه بهم بشتى أنواعهم المختلفة وللتذكير فإن هذه المحطة تقو على بعد أربعة كيلومترات من مدينة بول على ضفاف البحيرة هذا وقد توجه الحفل برقصات تقليدية لسكان مدينة بول نالت إعجاب الحاضرين بالفعل أن الشعوب لا تنسجم إلا ما فنونها وتراسها شهدت مدينة ماسنية عاصمة إقليم شاري باقرمي حفل تسليم وتسلم المهام بين المحافظة السابق والمحافظة الجديد رأس المناسبة حاكم إقليم شاري باقرمي تقرير محمد صالح حسين وقراءة أبدالله هاروموربا شهدت مدينة ماسنية حفل تسليم وتسلم بين المحافظة السابق والمحافظة الجديد حيث تحدث حاكم إقليم شاري باقرمي بورجي ويدو والذي شكر السلطات الإدارية والعسكرية لهضورهم في هذه المناسبة وهس سكان مدينة ماسنية أن يتعامل مع المحافظة الجديد ويحتر بكل قراراته أما من جانب المحافظة القديم عمر يفاوه فقد شكر جميع الإداريين والعسكريين العاملين بالمنطقة وحنى المحافظة الجديدة باستلامه لهذا العمل وعقب ذلك تحدث المحافظة الجديدة صلاح الدين أحمد محمد والذي عارب عن شكره لرئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو لإيطائه الثقة لتولي مهمة المحافظة حيث أكد لسكان ماسنية بأنه سيعمل جنبا إلى جنب من أجل تنمية المحافظة وفي نفس السياق فقد تم تسلم وتسلم بين مسؤولي مركز إداري ماسنية السابق والمسؤول الجديد آدم موسى حسن والذي أكد بأنه سيعمل مع سكان المنطقة بكل جدية حسب القوانين الإدارية المعمول بها في البلاد في ذات السياق جرد مدينة بيبيجاه مناسبة تسليم المهام بين المحافظة السابق والجديد لمقاطعة نياه بإقليم لغون الشرقي ترأس المناسبة حاكم الأقليم تقرير محمد حسن أدم بهضور حاكم إقليم لغون الشرقي آدم نكي شرف الدين جاءت مناسبة التسليم والتسلم بين محافظة مقاطعة نياه السابق بشير محمد والمحافظة الجديدة حسن أدم ألي الفضيل وسط حجد كبير من سكان مدينة بيبيجاه ورؤساء الأقسام الإدارية بالمقاطعة المحافظة السابق في كلمته بهذه المناسبة قدم سردا للإنجازات التي حققها خلال فترة إدارته لهذه المقاطعة هاكم إقليم لغون الشرقي آدم نكي شرف الدين في كلمته التنصبية طلب من المحافظة الجديدة تضافر الجهود وبزر المزيد من العمل من أجل استدباب الأمن والاستقرار والتعايش السلمي بين سكان المنطقة والتي تعتبر من أولويات رئيس الجمهورية إدريس سأدوبي إتنو كما حسه على الاحتمام بحجد الموارد المالية اللازمة وحماية البيئة محافظ مقاطعة نياه هسين عدم علي الفضيل من ناحيته شكر السلطات الأولية الاثقة التي أولوه إياه معكدا بأنه سيبزل قصارى جهده لرفع التهديات التي تؤق التنمية والمدي قدما من عجل تحقيق الأهداف المنشودة اشتركوا في القناة